وفي الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على تجاوز أزمة الدواء خلال ثلاثة أشهر أكد رئيس وهيئة الدواء المصرية علي الغمراوي أن هذه الأزمة ناتجة عن استراضي نحو 40% من المنتجات الدوائية أوضح الغمراوي أن هناك 81 صنفاً دوائياً به نقص لإيجاد بدائل من المواد الفعالة النهاردة كل ما كان في ضغط على العملة الأجنبية وعنم توفرها كان بياخد من المخزون الاستراتيجي الموجود في المصانع ده ابتدى يقل فلما ابتدى يقل ابتدى يأثر على تواجد بعض الأدوية احنا كنا ملاحظين ده علشان نرجع نعيد إنتاج أو نعيد بناء المخزون الاستراتيجي من المواد الخام ده اللي احنا بنعمله النهاردة أكتر من المبادرة طبعاً في مبادرة دلوقتي بندرسها أن احنا إزاي نساعد المصنعين أن هم يبنوا مخزون استراتيجي عشان نرجعوا مرة تانية للأربع شهور بنشتغل دلوقتي مع هيئة الشراء الموحد وده ضلع فعال في المنظومة أن ازاي نبني مخزون استراتيجي من المواد الخام الأساسية اللي احنا حددناهم حوالي 580 مولكيول أو 580 صنف دوائي ترجمة نانسي قنقر